قلة النوم سبب خفي رئيس وراء الحوادث المرورية هذا ما خرجت به دراسة علمية جديدة في السعودية تشير إلى أن نسبة كبيرة من المتسببين في حوادث سيارات يعانون من الحرمان المزمن من النوم الجيد أثناء الليل ويشعرون بنعاس بالغ أثناء النهار الدراسة بنيت على عينة من 68 شخصا من المصابين جراء حوادث مرورية مختلفة وأظهرت نتائجها أن أكثر من 70% منهم لا ينالون كفايتهم من النوم ليلا حيث ينامون أقل من 6 ساعات كما أظهر مقياس إيبروث لشدة النعاس أثناء النهار أن 15% من المصابين يعانون من النعاس خلال أوقات النهار وهو ما قد يكون سببا رئيسيا وراء وقوع حوادثهم وعلى الرغم من تواتر الدراسات الغربية التي تثبت العلاقة بين طرابات النوم المختلفة وارتفاع نسبة حوادث السيارات إلا أن 70% من أفراد العينة التي أجريت عليها الدراسة في السعودية لا يعتبرون النعاس الزائدة عاملا من عوامل وقوع الحوادث الأمر الذي يدل على ضرورة التركيز على نشر الوعي بثقافة النوم السليم وأهميته وتغيير بعض العادات السلوكية المنغصة للنوم والتي قد يترتب عليها مضاعفة لا يمكن رصد أبعادها جيفرع أبودقا العربية